بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم الجديد أعزائي طلبة وطالبات الصف العاشر سوف نتحدث اليوم عن الوحدة الثانية واستكمالة لموضوع الروابط سوف نتكلم اليوم عن الرابطة الأيونية ولكن انتظروني بعد الفاصل أهلا بكم الجديد أعزائي الطلبة سوف نستكمل موضوع الوحدة الثانية وهي الروابط الأيونية سوف نبدأ اليوم بالرابطة الأيونية لتكوين المركب الأيوني نحتاج إلى أنيونات وكاتيونات وهي أيونات إما تكون موجبة أو سالبة كما سبق وذكرناها في الحلقة السابقة أنها الفلزات تميل إلى فقد إلكترونات وبالتالي تكون كاتيونات بينما اللافلزات تميل إلى اكتساب إلكترونات وتكوين أنيونات إذن في المركب الأيوني أحتاج إلى أيونات موجبة وسالبة وهي ما تعرف بالكاتيونات والأنيونات وتتجاذب هذه الشحنات الموجبة والسالبة بعضها مع بعض بقوة هذه القوة هي التي تولد عندي المركب الأيوني والرابطة الأيونية ما هي الرابطة؟ هي قوة تجاذب كهروستاتيكية تنشأ أو تربط الأيونات بعضها مع بعض ولكن الأيونات طبعا المختلفة الشحنة تربطها مع بعض بقوة تجاذب كهروستاتيكية ولكن نريد أن نعرف هل هذا المركب كونه يحتوي في داخله أو أساس نشأته هي أيونات هل تظهر عليه شحنة كهربائية؟ يقال أن الأيونات عندما ترتبط مع بعضها أيونات الموجبة والسالبة في تكوين مركب أيوني يظهر هذا المركب أيوني متعادل كهربائيا لماذا يكون متعادل؟ وذلك لأن مجموع الشحنات الكهربائية الموجبة الكلية للكاتيونات تساوي مجموع الشحنات الكهربائية السالبة للأنيونات أي عدد الشحنات الموجبة تساوي عدد الشحنات السالبة إذن يظهر لدي المركب الأيوني بدون شحنات ولا تظهر عليه أي شحنة سالبة أو موجبة إذن هو متعادل كهربائية مثال نريد أن نكون مركب أيوني كيميائي وهو من كلوريد السوديوم ماذا نحتاج؟ طبعا اسمه المتداول لدينا هو ملح الطعام نستخدمه جميعا نحتاج إلى ذرة سوديوم وذرة كلور ذرة السوديوم كونها فلز تميل إلى فقط إلكترونات أثناء التفاعل الكيميائي مكونة كاتيون السوديوم ويحمل شحنة كهربائية موجبة واحدة بينما الكلور يمتلك سبعة إلكترونات في مستواه الطاقة الخارجي في مستوى التكافق كما سبق وذكرنا إذن أسهل له وله ميل إلكتروني مرتفع يميل إلى اكتساب إلكترونات وعندما يكتسب تظهر عليه شحنة كهربائية سالبة واحدة لأنه اكتسب إلكترون واحد تطبيقا لقاعدة الثمانية وللوصول إلى حالة الاستقرار إذن تفقد السوديوم إلكترون وتكتسبه ذرة الكلور وبالتالي تتكون لدينا أيونات موجبة إذن الرابطة الأيونية لتكوين مركب أيوني ينبني على وجود أيونات موجبة وسالبة مختلفة الشحنة هذه الأيونات الموجبة والسالبة ترتبط وتتجاذب بقوة تجاذب كهرستاتيكية مكونة ما يعرف بالرابطة الأيونية إذن تنشأ بينهما مكونة مركبة يعرف باسم كلوريد السوديوم رمزه أو صيغته الكيميائية NACL نريد أن ندخل الآن في تكوين هذا المركب نلاحظ معا أن السوديوم يحتوي على إلكترون واحد ويقع في المجموعة الأولى إذن لديه إلكترون تكافؤ وحيد يعبر عن هذا الإلكترون التكافؤ بترتيب نقطي بنقطة واحدة بينما الكلور يقع في المجموعة السابعة هو من الهالوجينات إذن يمتلك سبعة إلكترونات في مستواه الخارجي إذن نعبر عن هذه الإلكترونات التكافؤ بسبعة نقاط حوالين ذرة الكلور كما ذكرنا السوديوم فلز يميل إلى فقد إلكترونات تطبيقا لقاعة الثمانية والوصول إلى حالة الاستقرار لأقرب غاز نبيل بينما الكلور هو من اللافل الزات يميل إلى اكتساب إلكترونات تطبيقا لقاعدة الثمانية أيضا ويستقر مستواه الخارجي بثمانية إلكترونات إذن عندما تفقد ذرة السوديوم إلكترونها الوحيد تظهر عليها شحنة كهربائية موجبة واحدة وعندما تكتسب الكلور إلكترون واحد تظهر عليها شحنة كهربائية سالبة واحدة ينشأ بين هذه الأيوانات المختلفة ماذا؟ قوة تجاذب كهر الساتيكية مكونة المركب المتعادل وكما تشاهدون مجموع الشحنات الكهربائية الموجبة تساوي واحد ومجموع الشحنات الكهربائية السالبة تساوي سالب واحد أيضا إذن مجموع الموجب يساوي السالب في الشحنات الكهربائية إذن يظهر في الأخير المركب متعادل كهربائية نلاحظ الصيغة الكيميائية لكلوريد السوديوم انظر معي هي NACL هي وحدة صيغية في أبسط صورة أو أبسط نسبة عددية صحيحة إذن لا يوجد بينهما أي عامل مشترك يتم القسم عليه إذن هذه هي الصيغة النهائية لمركب كلوريد السوديوم في أبسط نسبة عددية بين ذرات العناصر المكونة لهذا المركب أي أن كلوريد السوديوم يحتوي على كاتيون السوديوم وأنيون لكلوريد واحد إذن لدينا في هذا المركب كاتيون سوديوم واحد وأنيون كلوريد واحد أيضا عزيز الطالب هل دائما يجب أن يكون المركب الأيوني يحتوي على كاتيون واحد وأنيون واحد هذا ما سوف نتعرف عليه في المثال الثاني نريد أن نكون مركب من أكسيد السوديوم إذن هي نفسها ذرة السوديوم دخلت في رابطة كيميائية وكونت مركب أيوني ملح الطعام والآن نريد أن نكون مركب آخر اسمه أكسيد السوديوم إذن نحتاج ذرة سوديوم ونحتاج ذرة أكسجين يجب معرفة العدد الذري لكلاهما إذن السوديوم 11 وترتيب الإلكتروني 1S2 2S2 2P6 و3S1 وكما سبق وذكرنا هو يقع في المجموعة الواحدة والمجموعة الواحدة هي الفلزات القلوية القوية وإلكترون التكافأ له واحد إذن يعبر عن هذا الإلكترون بكتابة نقطة واحدة فقط الأكسجين 1S2 ثماني الإلكترونات 1S2 2S2 و2P4 مجموع الفور والتو هما ستة إذن هو يقع في المجموعة السادسة والمجموعة السادسة من اللافل الزات إذن هو يميل لاكتساب إلكترونات كما سبق وذكرنا مكونا أنيون إذن لدينا الكاتيون ولدينا الأنيون لدينا أن نعرف الآن تفاصيل الرابطة الفلز السوديوم يميل إلى فقد إلكترونات كما سبق وذكرنا للوصول إلى حات الاستقرار تطبيقا لقاعدة الثمانية سوف يفقد إلكترون واحد وتظهر عليه شحنة كهربائية موجبة واحدة بينما تميل ذرة اللافلز وهي الأكسجين إلى اكتساب إلكتروني للوصول إلى حات الاستقرار لأقرب غاز نبيل وتكوين أنيون الأكسيد يحمل شحنتان كهربائتان سالبة الآن السؤال هنا ذرة السوديوم تفقد واحد ولكن ذرة الأكسجين تحتاج إلكترونين ماذا تفعل ذرة الأكسجين؟ للحصول على إلكترونين لأنها تريد أن تستقر إذا اكتسبت إلكترون واحد فقط من ذرة السوديوم لا تصل إلى حات الاستقرار تنتهي بسبعة هي تحتاج ثمانية إلكترونات تطبيقا لقاعدة الثمانية إذن نحتاج ذرة أخرى من ذرة الفلز وهي السوديوم بنفس الترتيب الإلكتروني لها 1S2 2S2 2P6 3S1 كلا الظرتين ذرة السوديوم الأولى تفقد إلكترون واحد فقط تقدمه لذرة الأكسجين وذرة السوديوم الثانية تقدم إلكترونها أيضا لذرة الأكسجين الوحيدة الموجودة في هذا المركب إذن أنا احتجت في هذا المركب إلى ذرتين من الفلز إذن أحيانا يجب بعد كتابة الترتيب الإلكتروني والتعرف على موقع العنصر في الجدول الدوري ومعرفة إلكترونات التكافؤ وكم إلكترون موجود في المستوى الخارجي وكم الذرة إلكترونات محتاجة للوصول إلى حات الاستقرار بالتالي نقوم بطرح هذه الأسئلة على أنفسنا هل تكتفي ذرة الأكسجين بذرة واحدة في هذا المركب؟ إذن هي تحتاج ذرة أخرى بنفس الترتيب الإلكتروني من ذرات السوديوم تقدم لها إلكترون آخر لأنها تحتاج إلى إلكترونان للوصول إلى حالة الاستقرار إذن ذرة الأكسجين كما سبق وذكرت أن تحتاج إلكترونين بالتالي تحتاج إلى ذرة سوديوم ثانية بنفس الترتيب الإلكتروني إذن عند كتابة الترابط أو الرابطة الأيونية سوف نكتب رقم 2 مقابل ذرة السوديوم يدل على أنني استخدمت في هذه الرابطة ذرتين من ذرات السوديوم بنفس الترتيب الإلكتروني طبعا ملاحظة مهمة جدا أن المركب اسمه أوكسيد سوديوم إذن لا أحضر ذرة أخرى بنفس الترتيب وتنتهي بإلكترون واحد مثال ممكن أحضر ليثيوم إذن يجب أن أحضر ذرة مشابهة لذرة الفلز بنفس الترتيب الإلكتروني إذن هي اسم المركب أوكسيد سوديوم إذن ألتزم باسم المركب والذرات المستخدمة المفروض تكون موجودة في هذا المركب هي سوديوم وأكسجين فقط لا غير لا أدخل أي ذرة أخرى في هذا المركب ذرة أخرى ثالثة مختلفة إذن السوديوم ذرتان كل واحدة منهم لديها إلكترون واحد وعبر عنه بترتيب إلكتروني نقطي بنقطة واحدة الأكسجين يحيط بها ستة إلكترونات إذن لدينا إلكترونات ستة محيطة بذرة الأكسجين ذرة واحدة من الأكسجين تحتاج إلكترونين يقدم إليها هذا الإلكترونين من ذرتين سوديوم سوف تفقد كل ذرة سوديوم إلكترون واحد من مستواها الخارجي وهو إلكترون التكافض فتظهر كل واحدة منها شحنة كهربائية موجبة إذن العدد اثنان ذرتان من السوديوم ولكن كل ذرة تقوم بفقد إلكترون واحد فقط إذن ذرة السوديوم الأولى تفقد واحد إلكترون التكافض لها وذرة السوديوم الثانية تفقد إلكترون واحد فقط مجموع الإلكترونات المفقودة سوف يصبح موجب اثنين مجموع الإلكترونات المفقودة من ذرتين السوديوم يكون أثنين ننظر إلى ذرة الأكسجين استقبلت واكتسبت الإلكترونين من ذرتين السوديوم ظهر عليها شحنتان سالبتان إذن مجموع الشحنات الكهربائية السالبة أيضا تساوي سالبة اثنين وكما ذكرنا يجب أن يخرج عندي المركب متعادل معنا كلمة متعادل أن مجموع الشحنات الكهربائية الموجبة تساوي مجموع الشحنات الكهربائية السالبة في هذه الحالة لدينا مجموع الشحنات الكهربائية الموجبة يساوي موجبة اثنين ومجموع الشحنات الكهربائية السالبة تساوي سالبة اثنين إذن أصبح المجموع الجبري لهما يساوي صفر فبالتالي يظهر هذا المركب متعادل طيب انظر إلى الصيغة معي NA2O إذن عدد ذرات الأكسجين ظهرت أسفل المركب إذن NA2 إذن هذه التو تدل على أن هذا المركب الكيميائي المركب الأيوني والكيميائي يحتوي في داخله على ذرتين من الصوديوم لتكوين هذا المركب في الرابط الأيونية وذرة واحدة من الأكسجين أيضا يدل على شيء آخر على أن الأكسجين اكتسبت إلكترونان وأن كل ذرة صوديوم فقدت إلكترون واحد إذن عدد الإلكترونات المفقودة في النهاية تكون 2 وعدد الإلكترونات المكتسبة تكون أيضا 2 بالتالي يظهر المركب مركب متعادل سوف نتعرف الآن عزيز الطالب على مركب جديد هو نايتريد المغنيسيوم كما سبق وذكرت نحتاج لمعرفة أو كتابة الرابط الأيونية أو تكوين هذا المركب الأيوني نحتاج إلى معرفة ذرات العناصر المكونة لهذا المركب ننظر إلى اسم النايتريد أو كلمة النايتريد نايتريد يعني نايتروجين إذن نايتريد يعني ذرة نايتروجين والمغنيسيوم معروفة لدينا نقوم بكتابة العدد الذري للنايتروجين وعدده الذري سبعة نقوم بكتابة الترتيب الإلكتروني له 1s2, 2s2 و2p3 إذن هو في مستواه الخارجي يحتوي على خمسة إلكترونات يقع في المجموعة الخامسة في المجموعة الخامسة إذن هو من اللافلزات يحتاج إلى اكتساب ثلاثة إلكترونات تطبيقا لقاعدة الثمانية ويمتلأ مستواه الخارجي بثمانية إلكترونات بينما ذرة المغنيسيوم عددها الذري 12 1s2, 2s2 و2p6 و3s2 إذن هي تقع في المجموعة الثانية فالمجموعة الثانية هم من؟ عزيزة طالب هم الفلزات إذن لها القدرة على أن تفقد إلكترونين للوصول إلى حالة الاستقرار في البداية قمنا بتحديد رقم المجموعة عدد إلكترونات التكافؤ بالتالي احتياج كل ذرة لكي تصل إلى حالة الاستقرار ماذا تحتاج؟ تحتاج أن تفقد أم تكتسب؟ قلنا في الفلزات تفقد ولا فلزات تكتسب؟ طيب تكتسب كم إلكترون؟ هو تكتسب أو تفقد بناء على احتياجها للوصول إلى حالة الاستقرار بحيث يصبح مستوى الخارجي مشابه لأقرب غاز نبيل كما سبق وذكرنا الآن نقوم بترتيب هذه الإلكترونات في المستوى الخارجي حول كل ذرة قلنا المغنيسيوم تحتوي على إلكترونان إذن نضع نقطتين بينما الناتروجين تحتوي على خمسة إلكترونان في مستوى الخارجي إذن نضع خمسة إلكترونان انتبه معي عزيز الطالب لدينا 2S2 ممتلئ بإلكترونين يضعهم متزاوجين معا حول ذرة الناتروجين ثم كل الإلكترونان الثلاثة المتبقية فرادة تملأ حسب قاعدة هوند في تحت المستوى P إذن نضعهم فرادة حول ذرة الناتروجين فلز المغنيسيوم يميل إلى فقد إلكترونات كما ذكرت عزيز الطالب للوصول إلى حات الاستقرار وبالتالي يكون كاتيون المغنيسيوم موجب 2 لأنه ببداء على عدد الإلكترونات المفقودة تظهر الشحنة الموجبة بينما تميل ذرة الناتروجين إلى اكتساب لأنها لافلز تكتساب ثلاثة إلكترونات للوصول إلى قاعدة الثمانية والاستقرار بالتالي سوف تكون أنيون النيتريد أن سالب ثلاثة وكما سبق وذكرت أن عدد الإلكترونات المكتسبة بعددها بالضبط تظهر الشحنات السالبة تحتاج ذرة الناتروجين إلى ثلاثة إلكترونات لذلك هي تحتاج إلى ذرتين من ذرات المغنيسيوم إذن تحتاج ذرة الناتروجين إلى ثلاثة إلكترونات بالتالي تحتاج إلى ثلاث ذرات من المغنيسيوم لأن كل ذرة المغنيسيوم سوف تفقد اثنان وبالتالي عندما نستخدم ثلاث ذرات يصبح مجموع الإلكترونات ستة إلكترونات مفقودة كل ذرة سوف تفقد إلكتروني مجموع الإلكترونات المفقودة سوف يصبح ستة بينما ذرة الناتروجين كونها تحتاج إلى ثلاثة إلكترونات لكن المغنيسيوم سوف تفقد ستة إلكترونات ولدي أنا فقط ذرة واحدة من الناتروجين ماذا أفعل؟ سوف أأتي بذرة أخرى من الناتروجين فيصبح لدي ذرة من الناتروجين في هذا المركب بنفس الترتيب الإلكتروني وكل واحدة تحتاج إلى ثلاثة إلكترونات إذن يصبح لدي عدد الإلكترونات المفقودة من ثلاث ذرات المغنيسيوم الموجودة في هذا المركب ستة إلكترونات وأيضا لدي من ذرتين الناتروجين سوف تستقبل وتكتسب هذه الستة إلكترونات حلو؟ بالأخير يصبح لدي ثلاث من المغنيسيوم كل ذرة مغنيسيوم الشحنة تظهر للذرة الواحدة كل ذرة مغنيسيوم من الثلاثة فقدت إلكترونين فتظهر عليها موجب اثنين بينما اثنين من الناتروجين إذن كل ذرة ناتروجين استقبلت واكتسبت ثلاثة إلكترونان فتظهر الشحنة الكهربائية بناءً عن الظرة الواحدة إذن الظرة الواحدة ما هو سلوكها؟ فقدت اثنان يظهر موجب اثنان اكتسبت ثلاثة سالب ثلاثة ولكن العدد يكتب خارج هذا المركب أو خارج هذه الذرة في الصيغة النهائية نحصل على مجي ثلاثة أنتو بالنظر إلى هذه الصيغة سوف نستنتج أن المغنيسيوم لدي ثلاث ذرات مغنيسيوم في هذا المركب ولدي ذرتان من الناتروجين في هذا المركب عدد الإلكتونات المفقودة بواسطة الفلس طبعا هي ستة وتساوي عدد الإلكتونات المكتسبة لذرة الناتروجين لا فلس وبالتالي يظهر المركب في الأخير مركب متعادل سوف نتعرف الآن على خواص المركبات الأيونية عزيز الطالب ما هي خواص هذه المركبات؟ أولا عند درجة حرارة الغرفة المركبات الأيونية جميعها توجد عليه أتبلورات صلبة مثال على ذلك هذه الأيونات سوف تترتب الأيونات طبعا الموجبة والسالبة ترتب نفسها في البلورة كما تشاهد معي عزيز الطالب هذه هي بلورة كروريد السوديوم اللون الأخضر هي أنيون الكروريد والأحمر هو كاتيون السوديوم تترتب الأيونات الموجبة والسالبة داخل هذه البلورة ترتيبا بحيث يزيد من التجاذب إلى الحد الذي يقلص من التنافر فيما بينها لا تنسى أن لدينا أنيون الكروريد كلاهما يحمل باللون الأخضر شحنة سالبة إذن سوف يتولد لدي تنافر ولكن ترتيب الأيونات وفقا لنظام بلوري معقد الشكل في النظام هندسي ثلاث الأبعاد نرى أنه سوف يحدث بينهما تجاذب ويتغلب على التنافر الحادث بين الأيونات المتشابهة أيضا المركبات الأيونية كونها توجد على هيئة بلورات معقدة التركيب ونظام بلوري وشبكة بلورية وفي حالة صلبة مما يجعل درجة انسهارة تكون مرتفعة سوف نتعرف الآن على خواص هذه البلورة قلنا أن هناك عدد للتناسق هل عدد التناسق يؤثر على خواص هذه البلورة؟ نشاهد معا أن هناك خواص للعناصر في داخل البلورة هي عدد التناسق ونوع الرابط الموجودة في البلورة ولكن ما هي أكثر شبكات البلورية انتشارا عزيزة الطالب؟ الشبكة البلورية الأولى هي شبكة مكعبة البسيطة بعدها الشبكة المكعبة متمركزة الحجم مثال على ذلك كلوريد السيزيوم نلاحظ أن في كلوريد السيزيوم سوف يكون لدينا ذرة مركزية في المنتصف محاطة بثمانية أنيونات بينما في الشبكة البلورية أو المكعبة متمركزة الوجه مثال على ذلك كلوريد السوديوم كما تشاهدون معي كلوريد السوديوم عبارة عن ماذا؟ اللون الأحمر هو كاتيون السوديوم واللون الأخضر هو أنيون الكلوريد ترتبوا ترتيبا هندسيا كما هو حسب عدد التناسق فيما بينهما حتى لا يحدث نافر بين الأيونات المتشابهة نلاحظ أن على كل وجه نرى ذرة مركزية لو أخذنا صورة مقطعية من أحد الأسطح نرى كاتيونات الصوديوم باللون الأحمر هنا وهنا أيضا لو قمنا باتجاه آخر لأولف البلورة أيضا نلاحظ أن هناك كاتيونات صوديوم باللون الأحمر متمركزة إذن متمركز الوجه إذن على كل وجه نرى ذرة كاتيونات صوديوم متمركزة في المنتصف الآن كما تشاهدون في الشكل المكبر لدينا على الشاشة أن الدائرة الكبيرة هي كاتيونات الصوديوم محاطة طبعا بستة أنيونات كلوريد الآن نتعرف على خاصية جديدة وهي التوصيل للتيار الكهربائي هل المركب الأيوني كما تشاهدون معه وهو كما في البلورة التالية هل هذا المركب يوصل التيار الكهربائي؟ نستنتج معا أن المركب كونه موجود في نظام بلوري معقد التركيب حسب عدد التناسق بين الكاتيونات والأنيونات فأنه في الحالة الصلبة لا يوصل التيار الكهربائي إذن ما الذي يجعل هذا المركب الأيوني الصلب في النظام البلوري يقوم بالتوصيل التيار الكهربائي عندما نضيف ماء سوف يقوم الماء أو يذوب هذا المركب الأيوني في الماء وبالتالي نحصل على أيونات حرة الحركة إذن محاليل ومصاهير المركبات الأيونية توصل التيار الكهربائي لماذا؟ لأنها بالتالي سوف تكون لديها أيونات حرة الحركة تتجه نحو الأقباب المخالفة لها في الشحنة فيحدث التوصيل سوف يتجه كاتيون السوديوم إلى قطب مخالف له في الشحنة ويتجه أيضا أنيون الكريد إلى قطب الآخر المخالف له في الشحنة وتدور الإلكتونات في الدائرة الكهربائية يتحرك مؤشر الأميتر أو يضيء المصبح إذن مصاهير المركبات الأيونية ومحاليلها هي التي توصل التيار الكهربائي وليست المركبات الأيونية الصلبة وذلك لأنها تحتوي على أيونات حرة الحركة تتجه نحو الأقباب المخالفة لها في الشحنة مما يسبب سليان للتيار الكهربائي وبالتالي إضاءة المصبح أو يتحرك مؤشر الأميتر أيضا من أهم نقطة في المحاليل المركبات الأيونية نجد أن لكي نكون هذا المحلول وهو سبب رئيسي للتوصيل أن يجب أن تكون المركبات الأيونية عندما تضاف الماء الماء له ثابت عزل كبير له القدرة على أن يفصل الكاتيونات والآنيونات في هذا المركب الأيوني إذن الماء له ثابت عزل كبير له قطب سالب وموجب يحيط القطب السالب من الجزئ الماء بالكاتيونات السوديوم الحمراء ويحيط القطب الموجب من جزئ الماء بالأنيونات الخضراء لأنيونات الكلوريد تمام وبالتالي يقوم بفصلهما وعندما يفصلهما يحدث الذوبان وبالتالي نحصل على أيونات حرة الحركة وبالتالي يحدث التوصيل للتيار الكهربائي الآن تقويمي لهذا الجزء نريد أن نكتب الصيغة الكيميائية الصحيحة لهذه المركبات أولا المركب يتكون من أزواج من الأيونات كاتيون سوديوم وأنيون الكابريتيد يجب أن نعرف أن يجب دائما هناك خطوات للحل انظر معي خطوات الحل أولا نكتب الكاتيون على الطرف الأيسر والأنيون على الطرف الأيمن ثم بعد ذلك نقوم بكتاب التكافؤات كل عنصر أسفله والتكافؤ هو الشحنة الظاهرة على هذا الأيون عدد الشحنة الظاهرة عليه هو تكافؤ هذا العنصر ثالثا نقوم بتبادل التكافؤات بحيث الكاتيون يأخذ تكافؤ الذرة المقابلة والأنيون يأخذ تكافؤ الذرة المقابلة له وبالتالي نحصل على الصيغة النهائية للمركب الأيوني نطبق القاعدة كاتيون البوتاسيوم ثم أنيون الكابريتيد كاتيون البوتاسيوم موجب 1 فيتكافؤه 1 أنيون الكابريتيد تكافؤه 2 فنقوم بتبادل التكافؤات نحصل في النهاية على صيغة المركب أيوني كيتو اس إذن بالنظر إلى الكيتو اس نعرف أن هناك ذرتين من كاتيون البوتاسيوم وذرة واحدة من أنيون الكبريت وأيضا تعرفنا على أن تكافؤ الكبريت سوف يكون أثنان وتكافؤ البوتاسيوم يكون واحد هذا كل ما نستنتجه عند النظر إلى هذه الصيغة نطبق على الكالسيوم أكسيد الكالسيوم سوف يكون بهذه الصورة انظر معي الكالسيوم موجب 2 إذن 2 والأكسجين سوف يكون 2 أيضا سوف نبادل التكافؤات نحصل على CA2O2 سوف نقوم بالقسمة على أبسط عدد أو عدد مشترك فيما بينهما ونحصل على أبسط نسبة عددية لهذا المركب بالقسمة على 2 نحصل على CA1O1 كاتيون الصوديوم وأنيون الكبريتات سوف نقوم بكتابة هذا المركب بهذه الصورة ملاحظة مهمة جدا أن أنيون الكبريتات هي عبارة عن مجموعة ذرية تعمل كوحدة واحدة ولها تكافؤ تكافؤها طبعا 2 وتكافؤ الناتروجين عفا السوديوم واحد وبالتالي عندما نبادل التكافؤات يصبح الاثنين يروح إلى السوديوم فيصور Na2SO4 في كاتيون الألمنيوم مع أنيون الفوسفات نلاحظ أن الألمنيوم طبعا تكافؤه ثلاثة وأنيون الفوسفات تكافؤه أيضا ثلاثة سوف نقوم بتبادل التكافؤات نحصل في النهاية على صيغة ALPO4 طبعا ولا يكتب الثلاثة أيضا بالقسمة على رقم ثلاثة نحصل على أبسط نسبة عددية لصيغة المركب الأيوني النهائية إلى هنا نصل إلى نهاية حلقنا في الرابطة الأيونية أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة